مجلس منبج العسكري يتصدى لمحاولة تسلل الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بريف المدينة شمال سوريا الاحتلال التركي يجهز عناصر من الفصائل الإرهابية التابعة له بشمال سوريا لإرسالهم إلى نيجيريا للقتال كمرتزقة أربعة عشر قتيلا بينهم قياديون بارزون بالحرس الثوري الإيراني في دمشق وطهران تتوعد تل أبي بالرد مقتل سبعة عمال بمنظمة إغاثية بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا جراء غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة مصادر مطلعة على محادثات القاهرة تكشف عن مقترح لفتح ممرات آمنة لعودة النازحين إلى شمال غزة مسيارة تركية تستهدف سيارة في قضاء سنجار شمالي العراق وأنباء عن سقوط ضحايا النظام التركي يجرد مرشح حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في مدينة وان من حقه باستلام منصب رئاسة البلدية اشتركوا في القناة